سيد أمو أحمد فيه يعني مع زوجها هي على 53 سنة عندها ولد وبنت جوزتهم الزوج بيعاني من حالة مرضية في المخ والأعصاب وبعدين بتقول إنه على طول بيحلف علي الطلاق واسلوبه صعب وبيشتم وبيضرب وإحين يمسك السكينة يعني بص يا سيد أمو أحمد الأمر لما يوصل لتلك الإهانة الشديدة وإن أنا ممكن أوصل لمرحلة إني أنا أقلق على نفسي أو أخاف من وقوع الضر على نفسي يبقى في الحالة دي لازم يتدخل من العيلة الناس اللي عندها عقل عشان تحاول تشوف حل أنا النهاردة أنا مش عايزة إن أنا أدفع بيكي لقرار لكن أنت قلت في آخر كلامك أنه هذا الزوج مريض في إما أنا بععد مع الدكتور بتاع المخ والأعصاب بتاعه وأقول له بيحصل واحد اتنين ثلاثة أربعة من هذا الزوج وعصبية مفرطة وتلفز وإحين يمسك السكينة ده خطر أنا كده دخلت في موارد الهلك فبنقعد مع الطبيب المعالج ونقول له الوضع كذا ربما أعطاه من العلاج اللي يعمل نوع من الهدوء شوية فتجدي شخصية تانية محتاجين نراجع مع الدكتور بتاعه باخد بكل الوسائل اللي أقدر أن أنا أساعد فيها وأتحمل قدر الطاقة جيت في مرحلة مش قادرة وبقيت في خطر أقدر أن أنا أطلب الانفصال لكن الإنسان يعين ويساعده بخاصة أنك عايش معاه فترة طويلة فربما الحالة دي مع المرض اللي عنده وأمراض المخ والأعصاب محتاجة صبر ومحتاجة فهم لحالة المريض عشان الإنسان ما يجرلوش هو حاجة يقعد بقى من كات يكلم نفسه وإزاي بيقولي وإزاي بيعملي وقد يكون الحالات دي بتوصل لمراحل معاينة بيبقى فيها نوع من الثورة والغضب الشديد يتبعه تلفز يروح يمسك سكينة فأنت دخلتي في مراحل خطر لابد من إعلام الطبيب المعالج وتتكلمي مع الدكتور ما فيش إحنا نقدر نعمل سيطرة على الحالة الغضب الشديدة اللي بيبقى فيها تهور في التعامل معايا كزوجته وتاخدي بكل الأسباب إلى أن تصلي إلى أنك مش قادرة تتحملي ده موضوع تاني بقى حتدخلي في أمر آخر وهو أنك تبتدي تفكري أنك تنفصلي عن هذا الزوج اللي بيتلفز به هذا الزوج من حكاية عليا الطلاق عليا الطلاق لما بيكتر كده الأمر أنا بقول تروح لدر الإفتاء لابد من السماع إلى هذا الزوج لأنه هو اللي بيتلفز بهذه الألفاظ ولابد أن هم حيسألوا عن النية بتاعته وأنا بس أكرر على حضرتك دايما ننصح الحكمة الحيلة مراجعة الطبيب دي أول حاجة وإعطاء ريبورت أو تقرير عن الوضع المرضي الفعلي معك في قلب البيت وتاخدي بكل الأسباب وأنا باخد بالأسباب أحسن التوكل على الله لأنه من إحسان التوكل على الله الأخذ بالسبب والدعاء لله تعالى بصلاح الحال خاصة في جو في الليل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك من أمرك رشدا اللهم أمين أجمعين